وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بمقر الدائرة الرئيسي في منطقة اللية ثلاثة اتفاقيات انضمام إلى برنامج وفر الحكومي للخصومات حيث تضمنت الاتفاقيات ثلاثة جهات شديدة تنوعت بين القطاع الرياضي وقطاع المطاعم وهي مجمع التنس العالمي وبراكتكال لتعهدات التزويد بالوجبات الغذائية الجاهزة وبيسترونج لخدمات تدريب الرياضي الشخصية وقع الاتفاقية سعادة المهندس عمر خلفان بن حريم للشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية والسيد علي عبدالله العارف الرئيس التنفيذي للمجموعة وبموجب هذه الاتفاقيات يحصل حاملو بطاقة وفر على خصومات متفاوتة تتراوح بين 10 إلى 30% على عدد من الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث إذ تدعم هذه الشراكات الاستراتيجية أهداف وخطط برنامج وفر التي ترنو إلى تحقيق الخدمات التوفيرية المقدمة إلى ما يفوق 90 ألف مستفيد